قال نائب رئيس لجنة الاعتصام في المهرة عبود بن هبود قمسيت إن السعودية تسعى بكل الوسائل لابتلاع المهرة وإخراجها من الخارطة اليمنية من أجل الحصول على إطلالة بحرية على البحر العربي ومد أنبوب النفط إلى هناك وأوضح قمسيت أن المقاومة الشعبية والقوى السياسية في المهرة أفشلت جميع مؤامرات السعودية التي تحيكها ضد المحافظة ونفى نائب رئيس لجنة الاعتصام موجود أي علاقة لحزب الإصلاح بما يحدث في المهرة مضيفا أن الحزب طرفا من الأطراف السياسية اليمنية التي تتحمل المسؤولية عن الحرب في اليمن كما قال الشيخ عبود بن هبود قمسيت إن سطانة عمان تبذل جهودا من أجل عملية السلام في اليمن وتقريب وجهة النظر بين الأطراف بهدف إنهاء الحرب وأضاف إن ما تقوم به سطانة عمان تجاه اليمن ليس غريبا عليها مشيرا إلى أنها وقفت إلى جانب اليمنيين عندما أقفرت بقية الدول أبوابها أمامهم وأنها قدمت الدعم لجرح الحرب والمساعدات الإنسانية للبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر